السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم عندنا شرح بسيط لطريقة إضافة رقم هاتف لحساب الجيميل فلا تنسون يا شباب دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب أول شيء تحتاجون تسوونه تروحون على حساب الجيميل عندكم بعد كذا تضغطون على الايقونة هذه اللي فوق عليه سار وبعدين رح يطلع عندكم الحساب تضغطون على إدارة حسابك على جوجل فبعد كذا من هنا يا شباب تضغطون على ثاني خيار اللي هو المعلومات الشخصية وبعد كذا يا شباب تنزلون شوي تحت رح تحصلون اللي هو معلومات الاتصال رح تحصلون هنا اللي هو رقم الهاتف تضغطون على هذا الخيار وبعد كذا يا شباب من هنا تضغطون على إضافة الآن رح يطلب منكم هنا تسجيل الرمز الحالي لحساب الجيميل فبعد ما تسجلون الرمز تضغطون على التالي رح يرجعكم يا شباب على نفس الصفحة تضغطون مرة ثانية على إضافة الآن فمن هنا يا شباب تقدرون تضيفون رقم الهاتف أو رقم الجوال فعندك هذا الخيار تضغطون عليه تختارون الدولة اللي أنتوا فيها حاليا فأنا الآن موجود في السعودية فراحضت على المملكة العربية السعودية وبعد كده هنا تسجلون رقم الجوال تبعكم وبعد ما تسجلون رقم الجوال يا شباب تضغطون على التالي فبعد ما تضغطون يا شباب على التالي رح يطلع عندكم هذا الخيار اللي هو الحصول على الرمز تضغطون عليه ورح يجيكم رمز سري على رقم الهاتف اللي سجلته فتسجلون الرمز السري اللي وصلكم بعد ما تسجلون الرمز السري تضغطون على إثبات الملكية فبكذا يا شباب بعد ما سجلنا الرمز السري اللي وصلنا تم إثبات ملكية الحساب لو تلاحظوا الآن تم إثبات الملكية وصار الحساب الآن مربوط برقم الجوال فهذا يا شباب رح يساعدكم منه تقدرون ستترجعون للحساب في أي وقت عن طريق رقم الهاتف وبرضه رح يزيد عندكم الأمان يا شباب فهذا كان شرح اليوم اتمنى انه كان شرح بسيط وسهل لا تنسون دعمنا باللايك والاشتراك ونشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة